هاي عاملين ايه؟ يارب تكونوا كويسين فيديو نهارده هيكون ريفيو عن مجموعة من منتجات العناية بالشعر والبشرة جربتها الفترة الاخيرة وعملت نتيجة حلوة قوي معي تابعوا معي الفيديو للاخر بس الاول اشتركوا في القناة فعلوا الجرس اعملوا لايك وشير للفيديو ويلا بنا نبتدي اول حاجة المجموعة دي من صفحة الفيس اسمها ميلانون كوزماتيكس المجموعة دي بتتكون من شامبو وبلسم وحمام كريم وشاور جيل وسكراب وكريم عادي للجسم والبشرة هقول لكم عن شوية حاجات خاصة بكل حاجة في المجموعة مجموعة دي في الاول كانت بربو مئة جنيه ونزل عليها خاصة بقيت بمتين سقرها قليل جدا طبعا بالنسبة للكميات والاحجام هقول لكم برضو حجم كل حاجة ففي الاول كنت قلق انا منها من السقر انه يعتبر رخيص جدا لكن لما جربتها عملت نتيجة حلوة قوي هكلمكم عن منتج منتج بالتفصيل اول حاجة الشامبو الشامبو ده بخلاصة التوم حجمه لتر وكل حاجة كده يعني شاور جيل لتر البلسم لتر وحمام الكريم كيلو فالاحجام كبيرة قوي بالنسبة للسعر يعني عشان كده انا كنت في الاول قلقانة الشامبو لما تستخدمه اول مرة كده هو خفيف قوي يعني ممكن تقدروا تستخدمه كمية كبيرة منه علشان تحسوا ان شعركم نظيف بس هو مش وحش مش معنى كده ان هو وحش بس هو لو شعركم تقيل وطويل هيهدر حبة حلوين غير بقية الشامبوهات كون ان الشامبو يبقى خفيف ده صحي اكتر يعني عادة لما يبقى الشامبو تقيل وفي تكسيف كده بيقال يعني ان احنا لازم نخففه نحط شوية شامبو في كوباية ونكمل عليه مية وندوبه قبل ما نستخدمه وما نستخدمهش على طوله هو تقيل بس انا ما بعملش كده بصراحة لما بيكون الشامبو تقيل عادي بيستخدمه زي ما هو ده بقى مش محتاج الناس اللي بتعمل كده وبتخفف الشامبو ده مش محتاج تعمله فيه كده هو مخفف قوي بيعمل رغاوي حلوة او حش حاجة فيه ريحته هو مش ريحته طوم هو ريحته مش حلوة متخليكش تستمتع يعني وانتي بتخسلي شعرك بس انا تكتو كويسة بينظف الشعر بيقض معاك فترة لانه زي ما قلتلكم هو لتر وبالنسبة لسهره طبعا كل حاجة ما لهاش سهر لوحدها انا جبت المجموعة كلها ومعرفش اذا حبيت اجيب حاجة هجيبها بكام بس طبعا بالنسبة لكل ست منتجات يعني بالسهر ده يعتبر حاجة كويسة فده الشامبو مناسب جدا لكل انواع الشعر ما بيعملش مسلا حساسية ما بيعملش اي مشكلة ان شاء الله نفع معي جدا بس خلص بسرعة يعني ده اول منتج تاني حاجة البلسم البلسم برضو لتر بس نفس مشكلة الشامبو خفيف قوي البلسم كده كده انت بتستخدمي منه حبق ليلين وما بتستخدميهوش في فروة راسك نهائي بتستخدميه في الشعر ما بعد فروة الراس ما تخليش البلسم يقع على فروة راسك ادعاكي بيه الشعر لغاية الجدور وبتسيبيه اقصى حاجة مثلا 3 دقايق او حاجة وبعد كده ترجعي تشتفيه حلو جدا هو قرى بيخلص الشامبو خلص الاول البلسم خلاص برضو قرى بيخلص بقالي فترة كبيرة ماشي عليه قعد معي يعتبر حبة كويسين زي ما قلتلكم هو اللتر فاقتصادي جدا المجموعة كلها اقتصادية جدا جدا حلو مناسب لكل انواع الشعر هيديكي النتيجة كويسة بس لو شعرك بايس خالص وعايز اقتع الجي اا لا مش هينفع لان هو لو شعرك كويس هيكمل معاكي يعني مش هيئزيلك شعرك وفي نفس الوقت هيديكي اللي انتي عايزاها من الشامبور البلسم بعد الحموم يعني لكن انه يعالج حاجة او يعالج مشكلة عندك لا ده مش هيحصل فده تاني حاجة معانا البلسم كده الشاور جيل برضو اللتر طبعا ده خلص في منت ريحته فواكه كده حلويات فريحته قوية قوي 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 زيادة عن اللزوم اا بس هو كان تقيل ما كانش خفيف خالص اا تاخدي حبا منه قليلين يعني يعملك فوم حلوة قوي لجسمك قاعد اا فترة كبيرة بس طبيعي الشاور جيل اي شاور جيل بيخلص بسرعة يعني بتاخدي شاور كل يوم فخلاص الحاجة بتخلص بسرعة لكن هو كان ممتاز جدا الناس اللي ما بتحبش الرايح الجمدة قوي في الشاور مش هتحبه لان ريحة الحلويات فيه هو ريحة كانديز يعني فريحة كانديز فيه باينة قوي زيادة عن اللزوم يعني اسناء الشاور اا الناس اللي ما عندهش مشكلة مع الروايا هتحبه قوي فهو برضو حلو جدا حجمه لتر هيقعد معيكي حبة كويسين تكده السكراب السكراب ده 300 جرام بالخوخ السكراب ده حلو قوي 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 للبشرة للوش يعني وللجسم ممتاز جدا مش بيجرح البشرة لما بتستخدميه مع ان الحبابات فيه واضحة صريحة يعني كده لكن مفيش مشكلة لما تحطيه على بشرتك ممكن تستخدميه مقوي ملقة حلو جدا ورحته حلوة كميته تعتبر كويسة انا كنت كمان باستخدمه الجسم وقعد معايا فترة مناسب لكل انواع البشرة بس الناس اللي عندها بشرتها حساسة تجربه الاول لو نفع معاها تكمل وما تستخدمهش كتير لان الحبابات واضحة يعني خلص خلي مرتين في الاسبوع او حاجة الناس اللي ما عندهش مشكلة معاها السكراب في بشرتها تستخدمه ممكن يوم او يوم لأ كان مناسب ليا قوي في فترة الشتة علشان البشرة كانت جفة ومحتاجها ترتيب كتير ومحتاجها سكراب كتير فكنت باستخدمه يوم او يوم لأ ما عمليش اي مشكلة البشرتي والجسمي والايدي كان ممتاز جدا 300 جرام ده كده حمام الكريم ده 1000 جرام حلو قوي كنت اتكلمت عنه في فيديو مجمع لأنواع حمامات الكريم اللي انا مستخدمها في الفترة الأخيرة هو قاعد معايا كتير جدا 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 ممتاز قوي هو خفيف شوية ما يعتبرش يعني هو نفس ملمس البلسم مش تقيل بس برضو شوية منه بيفو بالغرض يعني تدعك بيه فرغط راسك تسيبيه من عشر دقايق لربع ساعة ترجع تشتفيه حلو قوي قوي لو انتي بتعملي سشوار ومكوه هتحسي بالفرق بعد الحمام يعني فمناسب جدا لشعرك مناسب لكل أنواع الشعر على فكرة وبرضو بالتوم بس أحلى حاجة في المجموعة موضوع انهم بخلصة التوم ما بيسيبش ريحة يعني ما تلاقيش انه يسيب ريحة في شعرك ريح التوم نهائي أول ما تخلصي شعور خلاص ريحة شعرك هتبقى حلو قوي زي ما قلت لكم مناسب لكل أنواع الشعر سعره مناسب طبعا هو في وسط المجموعة انا معرفش سعره من بره لكن المجموعة كلها زي ما قلت لكم بمئتين فهو مناسب وحلو جدا هيقعد معاك فترة كبيرة قوي حجمه كيلو آخر حاجة في المجموعة الكريم ده كريم ترتيب 120 ميلي بيتهيقلي انه في روايح كتير يعني على حسب انتي وحظك في المجموعة يعني حلو جدا وبيرطب بعمق لوشك لجسمك اي منطقة عايزة ترطبها هيرطبها لك العلبة بتاعته طريقة فتحها حلو قوي فمش هيدلق منك مثلا طريقة الفتحة محكمة يعني مناسب لكل أنواع البشرة مش يعملك ان شاء الله حبوب ولا حساسية ولا اي حاجة هيرطب ترتيب عميق حلو قوي شي توصيف حتى البشرة الدهنية مش هتتقذى منه في فصل الصيف يعني مناسب جدا جدا كده يكون الفيديو خلص يارب يكون عجبكم ده ريفيوه عن مجموعة هيرستايل المجموعة دي مجموعة متكاملة بلسم وشامبو وشاور جيل وحمام كريم وسكراب وكريم ترتيب زي ما قلت لكم من صفحة اسمها ميلانو كوزماتيكس الصفحة دي موجودة على الفيسبوك تقدروا تشتروه هيوصل لأي مكان بيوصل لكم الأوردر في أي منطقة وأوقات كتير بيعملوا موضوع الشحن مجانا وكده جالي بسرعة بعد ما طلبتوا بيومين حاجتهم حلوة قوي المجموعة دي كلها كانت بربعمية وجبتها في خصم بقت فيه بمتين أنا معرفش لسه شغال ولا لأ بس حتى لو مش شغال وهم بربعمية الأحجام حلوة قوي لتر ولتر ولتر وكيلو الأحجام هتقعد معاك فترة كبيرة مناسبة لكل أنواع الشعر والبشرة إن شاء الله تعجبكم وإن شاء الله تستفيدوا بكده يكون الفيديو خلص يارب يكون عجبكم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس تعملوا لايك وشير للفيديو أشوفكم على خير في فيديو جديد مع السلامة ترجمة نانسي قنقر